أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه ولن يغادرها مشاددا على ضرورة وقف العضوان الإسرائيلي على غزة وانسحاب جيش الاحتلال وأضاف أشتية أن إسرائيل تواصل جرائم الإبادة التي بدأتها في قطاع غزة لفتا إلى المحاولات الإسرائيلية لإبعاد السلطة عن القطاع تستمر إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة التي بدأتها في غزة ومحاولات التهجير التي لا زالت قائمة وخططها جاهزة للتنفيذ ولكن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهجرها هناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن قطاع غزة من خلال حجز الأموال وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ومنع إيصال أي مساعدات من الضف الغربية والقدس إليها ولكن سوف نستمر في المساعدة بكل الطرق والوسائل إسرائيل تمارس تدمير اقتصادي ومالي للسلطة عبر الحواجز والتفتيت الجغرافي ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم وإحكام السيطرة على المناطق المسماجين ومنع تنميتها وتطويرها هناك اليوم أكثر من سبعمائة حاجز عشكري وبوابات وغيره وقد أدى ذلك إلى تراجع وطيرة الاقتصاد إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموالنا اشتركوا في القناة